اهلا بكم مرة اخرى حافظ العراق على احتياطه من الذهب متقدما على تسع دول عربية بنسبة استحواذ بلغت 7% و 12% واثقا لاحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي فان العراق استمر في المركز الثامن و الثلاثين بحجم احتياطات هي ذاتها منذ مطع العام الحالي عند 96 طن و 300 كيلوغرام ادخلت شركة الاستكشافات النفطية تابعة لوزارة النفط المنطقة الغربية ضمن خطتها الاستكشافية للبحث عن مكامل الغاز استجابة للطلب المتزايد محليا وعالميا وقال مدير عام الشركة نشوان محمد نوري لوكالة الانباء العراقية نعملية الاستكشافات التي تجريها الشركة شاملة لجميع مناطق البلاد الا ان تزايد الطلب على الغاز دفع للتركيز على المناطق الغربية التي تحتوي على مكامل غازية ضخمة واضف ان فراقنا الاستكشافية اصبحت منافسة للشركات الاجنبية لما تمتلكه من خبرة واداء متميز فضلا عن حصولها على شهادات عالمية بذلك مشيرا الى ان الوزارة تمتلك سبعة فرق يصل عدد عامليها اكثر من 4000 منتسب اتخذت وزارة النفط اجراءات لمعالجة كلف الشركات الاجنبية العاملة في البلاد وقال مدير عام دائرة العقود والترخيص في وزارة النفط على المعارج لوكالة الانباء العراقية الوزارة وضعت معالجات عديدة منها تخفيض موازنات هذه الشركات السنوية بنسبة 30% بالاضافة الى ضغط نفقات الشركات الاستخراجية وخصوصا تخفيض كلف المناقصات والاحالات والمشاريع فضلا عن تجيل جزء من مستحقاتها لحين انتعاش اسعار النفط اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ان منفذ قصر الاوسط في محافظة البصرة حقق ايرادا نتيجة الحركة التجارية في دخول البضائع والسلع بلغ اكثر من 8 مليارات و 842 مليون دينار خلال اسبوعين وذكر بيان للمنافذ ان ما تحقق من ارتفاعا في الايرادات جاء نتيجة تجديد اجراءات الرقابة والتطقيق على عمل الدوائر العاملة لضمان الحصول على الايرادات الحقيقية ومحاربة الفساد الاداري والمالي اعلنت هيئة النزاه الاتحادية عن تنفيذها ثلاثة عمليات ضبط في ميناء ايخر الزبير وانقصر الشمالي دائرة التحقيقات في الهيئة بيانت ان العمليات تضمنت ضبط معمل لحفر الابار النفطية تابع لأحدى الشركات الهندية متروكا على ارضية الميناء منذ عام 2005 لم تتم جباية اي اجور او عوائد منه بالاضافة الى ضبط 26 سيارة مختلفة الانواع والموديلات عائدة لشركة المانية في احدى ارصفة الميناء لم يتم استفاه اي عوائد او اجور منها اما في ميناء امقصر الشمالي فقد تمكنت كوادر المديرية من احباط محاولة لتهريب اثنتين عشرة سيارة دون الموديل كانت معدل التهريب داخل ثلاث حاويات حديدية تم التلاعب بتصاريحها الجمرجية اعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية عن ضبط كميات من مادة الرزنة وعليا سمين المخزون لم يتم تثبتها ضمن رصيد المخزن في الحاسبة بمحافظة الناجف الاشرف وقال مدير الدائرة محمد حنون ان الفرق الرقابي للدائرة تمكنت من احباط عملية اخراج الف وست وثلاثين كيسا من مادة الرز وبكمية واحدة وخمسين الفا وثمانمائة طن مبينا ان هذه الكميات تم تثبيتها زيادة على المخزن والتي توفر حصة تسعة عشر الفا ومائة فرد وتقدر مبالغها بواحد وخمسين مليون وثمانمائة الف دينار بالسعر التجاري مع بدء عمليات تسويق محصول الحنطة في محافظة الانبار توقعت مديريز زراعة المحافظة وصول كميات الحنطة هذا الموسم الى ثلاثمائة الف طن ما يسد حاجة المحافظة نتابع موسم زراعي ناجح لمحصول الحنطة في الانبار نتاجه حصد الالاف من الهكتارات المزارعون شرعوا بتسويق المحصول لفرع الشركة العامة للحبوب في المحافظة التي هيئت من جانبها المخازن الخاصة لخزنها حقيقة بشار خير انه حقيقة احنا العام يعني حتى نقارن مع السنة الماضية العام وصلنا لتسويق الـ 1170 الف طن في عموم يعني منافذ التسويق سوى كانت على شركات البذور او سيلوات الانبار السنة نتوقع هذا الرقم ممكن هم اعلى شوي من هذا الرقم هذا قد نصل الى 300 الف طن ان شاء الله هذا العام قدمنا كل التسهيلات للمزارعين من ناحية البذور واستلام الاسمدة وتجاجات الزراعية كذلك قدمنا تسهيلات في يوم التسويق انه صار توجيه من مديريز زراعة الانبار يكون التسويق بين الشعب الزراعية حصرا وليس المديريز زراعة الانبار ومن المتوقع ان تصل تلك المحاصيل الى 300 الف طن وهي كمية ستسد حاجة المحافظة بحسب المختصين فيما باشرت مئات الشاحنات المحملة بالحنطة فعليا تفريغ حمولتها من المنتج الستراتيجي بهاي السنة اكس الوضع الامني المستتب على الانتاج الزراعي العالي محاصيل زراعية متوفرة مساحات زراعية كبيرة استهدفناها بزراعة محصول الحنطة الستراتيجي الذي يعتبر هو الامن الغذائي ورفع المستوى الاقتصادي الزراعي لمحافظة الانبار خاصة والعراق بصورة عامة طبعا موسم ناجح لأن الفضل لله والفضل للزراع قدمت دور لنا دعمنا بالاسمدة والبذور محصول الزراعي اكثر من كل السنين اللي المضت لأن الفضل الدعم ما دام اكي دعم الفلاح هو من كيف سيقدم خدمة اكثر حتى يزيد الانتاج الزراعي موسم زراعي جيد بمقاييس الكم والنوع من محصول الحنطة لسد الحاجة المحلية والاستغناء عن المستورة وبالتالي المنافع غذائية واقتصادية للعراق عمر الدليم العراقي الاخبارية الانبار استأنفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تنفيذ ثمانية مشاريع مهمة للصرف الصحي في مدينة الموصل ضمن خططها لتحسين الواقع الخدمي والبيئي بالمناطق المحررة وقال مصدر في المركز الاعلامي للوزارة المديرية العامة للمجاري وضمن خطة الوزارة لرفع المستوى الخدمي والبيئي بالمناطق المحررة استأنفت تنفيذ ثمانية مشاريع مهمة للصرف الصحي في مدينة الموصل مشيرا الى ان هذه المشاريع تشمل محطة معالجة الجانب الايمن للمدينة ضمن مرحلتيه الاولى والثانية